بسم الله الرحمن الرحيم فهذه النسخة الثالثة والأخيرة والنسخة الأصعب وإنما النسخة الأفضل من البرنامج في النسخة هذه سنعدل البرنامج السابق لجعله أكثر تفاعلية وإضافة المزيد من المميزات في البرنامج الجديد يجب أن يقدم قائمة خيارات للمستخدم صاحب المحل فيها خياران هما أضف وبع لإضافة أو بيع على الألعاب كالتالي فأنت عندك محل للعاب هذا الآن طورناه ويخلنا فيه مخزن فالصاحب المحل إما أنه يضيف الألعاب للمخزن أو أنه يبيع ألعاب من المخزن فصار برنامج تفاعلي بشكل أكبر بكثير يعني برنامج ممكن يشتغل ثلاث أربع ساعات خمس ساعات بشكل عادي خلال الخمس ساعات هذه صاحب المتجر إما أنه يضيف الألعاب يضيف المخزن أو يبيع ألعاب تم إضافتها للمخزن طبعا بس بشكل سريع برنامجنا هذا إن شاء الله رح نشوف الحل برنامج هذا يعني قريب جدا من البرامج الرسومية زي يعني فيه تطلع لك منيو بدل من أنه تطلع شاشة تطلع لك منيو زي ما انت شايف هنا قدامك زي فكأنه شاشة المنيو هذي تختار أنت منها حاجة معينة تشتغل على بناء على أخيارك البرنامج يبدأ يطلب منك طلبات معينة ثم بعد ذلك إذا خلص ترجع لك المنيو هذا هذه فإني شبيه إلى حد ما بالواجهة الرسومية إلى حد ما كأن عندك ويندو كان عندك نافذة ثم بعد كده يفتح لك نافذة جديدة تشتغل عليها ثم بعد كده ترجع النافذة الأساسية حيك برنامج الرئيسية في تقريئ يعني مثلا برامج الجوال أو برامج الويندوز فلاحظنا نحن جايسين نقرب من الأفكار جايسين نعقد البرامج اللي نحن نحلها بشكل أكبر ونقرب أكثر من أفكار الواجهة الرسومية بحيث نفهمها بعمق نفهم برامج الواجهة الرسومية بعمق وليس بشكل سطحي طيب فيقول لك هو يقول لك أن البرنامج لازم يعطي رسالة أو قائمة زي القائمة هذه يطبعها للمستخدم إذا مستخدم اختار آد هنا عندي كذا مستخدم اختار آد فيسيكون بمقدوري إضافة العاب للمخزون زيين فيقوم بإضافة العاب عندي إضافة العاب يقوم بمستخدم بإعطاء رقم اللعبة فقط الـ ID وتنتهي عملية الإضافة بيتخرق رقم ناقص واحد فإذا شبيه شوي بالمثال السابق لكن أنت قدامك مني وإذا اخترت آد إذا صاحب المتجر اختار آد يبدي يضيف يستمر يضيف العاب يضيف العاب يضيف العاب يضيف العاب إليه يدخل ناقص واحد إذا دخل ناقص واحد وقفت عملية الإضافة ورجعت لنا الشاشة حقة المتجر زي ما تشايف هنا زين اختار صاحب المتجر اختار آد زي ما تشايف هنا فهنا قالوا دخلي لعبة فدخل لعبة رقم واحد لعبة رقم اثنين لعبة رقم ثلاثة بعد كدخل ناقص واحد يعني خلص خلص من ادخال العاب فدخلت الثلاث العاب هذه والمتجر رجعت لنا النافذة الرئيسية قدامنا فهذه فكرة هذه فكرة المتجر يقول لك إذا اختار المستخدم سل هذه فكرة الآد إذا اختار مستخدم سل زي من تجايف هنا يكتب سل مضبوط ومستخدم يكتب سل أو يكتب آد هنا كتب سل يعني بيع سيكون مقدور يبيع لعبة من المخزون عند بيع اللعبة يقوم المستخدم بيتخار رقم اللعبة وقيمته زي من تجايف هنا سل فجاي يبيع فقال دخل رقم اللعبة ودخل رقم اللعبة ودخل السعر زين قالوا طيب دخل رقم اللعبة مرة ثانية فدخل رقم اللعبة ودخل سعر ودخل رقم اللعبة ثالثة ودخل سعر مضبوط وهكذا بعدين أعطاء طبعا لما دخل رقم اللعبة الثالثة زي من تجايف هنا شوف اللي يقول لك عند بيع اللعبة يقوم المستخدم بيتخال الرقم اللعبة وقيمته يجب أن يقوم البرنامج ببيع عدد من الألعاب أكثر مما تم إضافة المستخدم بالمخزن طبعا هذا واضح جدا فهو جاء هنا خزن ثلاث ألعاب لما جاء هنا يبيع باع اللعبة الأولى باع اللعبة الثانية أو قالوا بيبيع اللعبة الأولى بيبيع اللعبة الثانية بيبيع اللعبة الثالث بعدين جاء يوم جاي بيبيع الرابعة قالوا لا out of stock خلص المخزن ليش لأنه ما فيه إلا ثلاث ألعاب ما سبق أننا دخلنا إلا ثلاث ألعاب مضبوط فبرنامج منطقي جدا طبعا جاء وعطى السعر الكامل والتخفيط السعر بعد التخفيط عفوا قيمة التخفيط والسعر بعد التخفيط طبعا لاحظ أنه هنا الألعاب اللي دخلناها ال id حقها 1 و 2 و 3 بينما الألعاب اللي يجينا نبيعها هنا ال id حقها 1 و 10 و 6 طبعا نحن عشان نضمن عشان نضبط أنه قضية ال id يعني هنا مثلا ال id 1 و 2 و 3 هذه الألعاب اللي دخلناها فلازم لما نجي نبيع هنا أو المفروض لما نجي نبيع ما نقبل لنا نبيع إلا 1 و 2 و 3 لأن هذه الألعاب الموجودة عندنا عندنا ثلاثة العاب واللعاب اللي موجودة عندنا هي الألعاب اللي رقمها 1 و 2 و 3 المعرف حقها أو الرقم حقها لكن طبعا عشان نحقق الشيء هذا وهذا اللي كتبته هنا زين قد يتم بيع لعبة معينة أكثر مما تم إضافته وهذا لا يمكن حلو اللي بيستخدمه فعشان نحقق الشيء هذا لابد أن نخزن على الألعاب هذه زين عشان نحقق اللي قلت لك إنه والله ما نبيع هنا إلا الألعاب اللي تم تخالها فعشان نسوي شيء هذا لابد أن نخزن الألعاب اللي تم تخالها لكن للآن ما أخذنا طريقة لتخزين مجموعة من المتغيرات مع بعضها عرفنا وشان نعرف متغير واحد لكن ما أخذنا طريقة لتخزين عدد منهم متغيرات هذه طبعا ممكن نخذها في المصوفات أو في تركيب البيانات في المستقبل فلذلك حاليا خلينا برنامج بسيط وسهل وشلنا الخاصية هذه مزين فالشيء الغير منطقي هذا اللي تشوفه صحيح وغير منطقي لكن عشان ننفذه صعب ننفذه بدون ما نعرف أشياء متقدمة شوي في البرمجة أكثر من ما نعرفها يقول لك يتم استخدام نفس قواعد التخفيض على أسعار من البرنامج السابق فلنبدأ يشترى أكثر من اللعبتين يسيروا تخفيض طبعا هنا ملاحظة المقارنة متغيرين من نوع string فإنك تستخدم الميثود equal فإذا بغيت تتقارن two strings نشوفها إن شاء الله هذه الحين في البرنامج لك خلونا نفكر في البرنامج بشكل عام مضبوض البرنامج الآن لما تيجي أنت لما تيجي بتكتب الكود حق البرنامج فإنك أول شيء بتقول أطبع القائمة تمام هذه أعمالية سهلة طبعة القائمة عبارة عن system out to print صحيح إنه فيه system out to print فيها 7 سطور لكن عادي ما هو شيء جديد يعني علينا اللهم أن تبي تطبع 10 أو 15 system out to print مزين عندك يعني كل سطر لازم system out to print مزين فإذا أطبع القائمة هذا وشيء بعد كده الملية اللي بعدها نبينقول إنه إقرأ الشيء اسمه إقرأ إيش الاختيار اللي يختاره الاختيار اللي يختاره المستخدم تمام مستخدم مما يكتب add أو sell أو exit لما نقرأ الاختيار الآن نبينشوف الاختيار هذا وشه نتفكر معي إنه الاختيار رح يكون أحد ثلاثة أشياء زين add مضبوط و sell و exit لما أجي أنا شيك هل الاختيار add أو لا وش بقول بقول if أو إذا خلنا كتبه بالإنجليزي بسرعة عادي أنت لما تجي تكتب الخوارزمية خذ راحتك اللي ترتاح له تبتكتب العربي ثم بعدين ترجم أو تكتب مباشرة حسيت أنك تقدر تنكتب مباشرة أكتب مباشرة ما عندك مشكلة فبقولين الآد بقول if إيش if طبعا لما يجينا الاختيارة بخزنه بvariable مضبوط نسمي مثلا الvariable هذا option فأقرأ أقرأ الاختيار وخزنه في الvariable option مثلا تمام اللي هو يعني اختيار فبقول إن if option القيمة المدخلة دي إذا كانت تساوي add لما أجي أقارن هذا هو الكلام اللي قلته عشان تقارن string مع string ما تقدر تقول if option تساوي add مضبوط عشان تقارن two strings هذا خطأ في الجافة هذا خطأ يقع فيه عدد كبير من الناس زين في الجافة لما أقارن integer بانتجر أستخدم هذه اللي ساوي يساوي أقارن لكن لما أقارن string بstring لا ما أستخدم يساوي يساوي وإنما أستخدم المثود equal وإن شاء الله فيما بعد شاء الله في course في المقرر إن شاء الله آخر راح نشوف المثود equals لكن ما في مانعنا نستخدمها أو المثود عفوا زين لكن ما في مانعنا نستخدم المثود equal أنا أمعطيك كيف تسويها equals والقيمة add string add فهذه الطريقة اللي تقارن فيها فهذه الطريقة اللي تقارن فيها فلن مش بقول بقول إذا option dot equals add فإني أبسوي كل ما يتعلق بعمليات الإضافة زين هنا قم بإضافة اللعبة بإضافة اللعبة أو الألعاب عفوا وليس لعبة واحدة قم بإضافة ألعاب من المستخدم اللي هو صاحب الماتجة هنا نفس الشي if إذا option dot equals sell فإنه قم ببيع الألعاب مربوط فقم ببيع الألعاب هنا فقم ببيع الألعاب إذا الoption اللي جاني exit فإني راح أطلع هنا قم بإنهاء البرنامج تمام لك لاحظ أنه البرنامج هذا لما نقول إنه فيه خيارين لحظ برنامج لما نعطيه لما نعطيه خيار من لما نعطيه مثلا add يبدأ يضيف ويضيف 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 زين لما ينتهي هنا يضيف مجموعة ألعاب إذا خلص مضيف مجموعة الألعاب هذه فإنه لا بد أنه يرجع وين يقرأ اختيار جديد يعني هو يجلس هنا يعبي المخزن أوكي عبيت فيه ثلاثة رعلاب زي ما نتشايف هنا قدامنا قلنا add نبي نضيف المخزن فأضفنا المخزن أضفنا اللعبة لعبتين ثلاث وحطينا ناقص واحد يعني نخلصنا من الإضافة عندما نخلص من الإضافة ترجعنا المنيو من جديد تطبعنا المنيو من جديد سهين فإذا نرجع هنا عفوا نقول هنا أطبع القائمة ثم نقرأ اختيار مرة ثانية جينا هنا نقرأ اختيار فجينا اختيار سل اللي هو بيع من جينا نقرأ بيع بدينا مرة ثانية طلبنا منه يدخلنا للعاب وقيمتها فقام يدخل للعاب وقيمتها إلينا آخر شي لما خلص خلصت للعاب يعني سواء ندخل ناقص واحد أو أن الألعاب خلصت من المخزن فإننا خلصت الألعاب من المخزن وليس أنه ندخل ناقص واحد زين فقمنا وطبعنا القيمة النهائية للعاب ومرة ثانية رجعنا وين فحتى هنا لما ننتهي نبيع الألعاب فإننا بنرجع مرة ثانية نعطيه القائمة لما نعطيه القائمة الرجال قدامه القائمة تظهر يقدر يبيع يقدر يشتري يقدر يسوي يقدر يبيع يقدر يشتري يتمني بي يتمني يشتري على كيفه إليه أنه في النهاية يختار exit زين فإذا نلاحظ أنه عندنا هنا loop إذا اختار add سوينا عملية الإضافة ودخل ورحنا للقائمة مرة ثانية إذا اختار sell فإنه سوينا عملية البيع ورحنا للقائمة طباعة القائمة مرة ثانية فهذه عبارة عن loop أو تكرار لما يختار exit فإننا خلاص ننهي التكرار فإذا أقدر أقول لك أنه هذه العملية كلها زين العملية كلها ممكن نحط ممكن نحطها في loop كلها نسميها do while زين do while loop شبيهة جدا بالwhile بس اللهم أنه الشرط يكون تحت فنقول do while وهنا الشرط زين طبعا هنا القوس مضبوط وهنا الشرط حق ال while فالشرط حق ال while والشو اللي هو ال exit مضبوط ممكن خلوه ممكن أفضل أني أحطها لو حطيتها كده do while أنه لا يساوي exit while while ال option اللي عندي لا يساوي while ال option dot equals exit while not option dot equals exit طالما أن ال option لا يساوي ال exit فأنا وش أقول هنا أقول نفذلي اللي جوه هنا أطبع القائمة أقرأ الاختيار إذا الاختيار add سوء إضافة العاب إذا الاختيار sell سوء بيع العاب طالما أن ال option لا يساوي exit هذه الآن بحد ذاتها دي loop كبيرة جوه اللوب هذي في خيارات زي ما أنت شايف الخيار الأول في أول شيء عملية قراءة طبعة القائمة قراءة الاختيار كده إضافة أو حذف واحد من الثنتين زينا فهنا if else فعليا if else تمام إذا ال option add فنسوه كده إذا ال option sell فإنك بيع العاب الآن ال books هذا المربع هذا بحد ذاته اللي نجالس تشوفه قدامك هذا بحد ذاته هذا المربع فيه شغل واجد مزين فممكنك أنت بالطريقة هذه تريد ترسم يعني الهيكل العام للبرنامج فكده تجي للمربع هذا بالذات وتحطه كده على جنب تحط يعني هذا المربع فيه عملية إضافة إلى المخزن هذا المربع فيه عملية بيع عملية البيع هذه شبيهة جدا بالبرنامج السابق يعني برنامج السابق كله على بعضه شبيه جدا بإيش بعملية البيع هذه اللي قدامك مضبوط حنا طبعا الآن قمنا نقسم البرنامج يعني تقسيم يعني بنيوي يعني نسميه modular أو structural زين طبعا بعدين إن شاء الله لما ندرس الميثود نبدأ نعرف كيف إنه والله هذه ممكن نحطها مثود الوحدها هذه وهذه نحطها مثود الوحدها مضبوط بس حاليا أنت بالنسبة لك لما تجي تحلل البرنامج برنامج كده أسهلك بكثير تحليل البرنامج كده أسهلك بكثير الآن بعد ما تخلص من هذا تقدر تيجي خلوني بس أشيل السؤال هنا زين تقدر تيجي بكل بساطة هنا وتشتغل على جنب بال شو اسمه تقدر تيجي وتقول خليني الحين أشوف عملية الإضافة نفسها كيف بتصير عملية الإضافة اللي هي إضافة إضافة فهنا ممكن نقول هنا الإضافة كيف عملية الإضافة أبضيف ألعاب لو تذكر السؤال وشي يقول يقولك تضيف ألعاب تستمر بإضافة ألعاب إلى أنك تنتهي من الشي اسمه إلى أنه يدخل ناقص واحد فاللي بيصير بالضبط يقول إنه شي اسمه لو تلاع لو تحاول أنك تجرب يبيكون اقرأ رقم لعبة هل الرقم يساوي ناقص واحد هذه في عملية الإضافة بعد كذا اقرأ طبعا إذا الجواب لا إقرأ رقم لعبة هل الرقم يساوي ناقص واحد الجواب لا مرة ثانية اقرأ رقم لعبة هل الرقم ساوي ناقص واحد إذا الجواب نعم وقف خلاص مضبوط لاحظ التكرار اللي عندي هنا عندي قريت هذا الجلس تكرر هذا الجلس تكرر طبعا أنا لما أجي أقرأ أنا بضيف للماخزن مضبوط زي ما قلت لكم قبل ة إنّ ما نقدر نخزن أرقام الألعاب هذي عشان نخزن أرقام الألعاب هذي محتاج مصفوفة زي لك حل ما أعرف نوش المصفوفات على الأقل هنا نقدر نعرف كم عدد هو ما طلب منك تخزين أرقام الألعاب لكن على الأقل تعرف كم عدد الألعاب ليش؟ لما تجي تبيع لازم تضمن إنك لما تجي تبيع ما تبيع عدد من الألعاب أكثر من العد المدخل يعني هنا بالآن لما يضيف ثلاثة لعاب ما تقدر تيجي هنا وتبيع أربعة لعاب بس هذا المطلوب منك بالسؤال ما طلب منك أن تقارن لعاب اللي يضيفت هي نفسها اللي بتنباع لا ما طلب منك هذه قلنا نحتاج إلى الرئيس فإذا اقرأ لقم الرقم اللعبة هل رقم اللعبة ناقص واحد ولا لا إذا كان رقم اللعبة لا يسا ناقص واحد فإن نضيف هنا خطوة ثالثة قلنا حطة بلون ثاني مثلا أضيف اسمه نم بلس بلس مثلا اللي عدل لعاب زده بواحد اقرأ لقم اللعبة هل رقم اللعبة يساوي ناقص واحد نم بلس بلس عدل لعاب ناقص واحد فإذا أضفنا طبعا وقبل هذا كله نم عدل لعاب يساوي يساوي صفر واضح طبعا هنا لازم نكون حذرين هنا هذا ما هو برنامج الوحد وهذا ضمن برنامج كامل فحنا ما هو بضرورة أنه لما نجي نكون عدل لعاب صفر ممكن حنا نضيف لعاب ثلاثة لعاب مزين؟ أو مثلا زي هنا أضفنا لعبتين بعدين تطلعنا المينيو من جديد صح؟ ما هو حنا إذا خلصنا من هذه بيروح للمينيو بعدين أختار مرة ثانية إضافة وأجي أضيف فإنما ما أقول أن الرقم صفر لا أحتفظ بالرقم السابق فأصلا الرقم للعاب من هنا أبدابه صفر نم قتز زيرو قبل لأني أطبع المينيو أقول رقم للعاب أول ما أبدأ برنامج بصفر كل ما أضفت هنا يزود رقم للعاب كل ما جي تبيع ينقص رقم للعاب أرجوني يكون واضح شوي البرنامج البرنامج كبر صار كبير شوي مزين؟ فهذا الجزء هذا كله على بعض وهذا هو البوكس هذا البوكس هذا تمام؟ هذا هو هذا لاحظ طبعا مرة ثانية أننا نم نجي نكرر اللي بتكرر بالشكل هذا زي ما قلنا عشان بنية الوائل نبي نضطر نكرر بالشكل هذا مزين؟ فهذه الوائل اللي بتكون هنا منقول وائل زين؟ اللي هو الشي اسمه وائل الـ 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 لا يساوي ناقص واحد الـ الـ لا يساوي ناقص واحد طبعا هنا لازم نقرأ أول شيء الـ id gets scanner dot s dot next int اللي هو scanner next int تمام؟ هنا وائل الـ لا يساوي ناقص واحد فإننا نم plus plus نفس الكلام اللي هنا بعدين id gets s dot next int تمام؟ طيب أنا بوقف هنا بيكتفهم الجزية هذه فيديو القادم إن شاء الله نبيني أشرح sell مضبوط ونقارن ونحاول نشوف البرنامج بشكل عام طبعا لاحظنا كل هذا design فقط للـ algorithm كل هذا شغلنا design للـ algorithm ترجمة نانسي قنقر